هل مايكل دي سانتا موجود في لعبة ردد ريدمشين 2 هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد ريدمشين 2 طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن نظرية هل مايكل دي سانتا بطل شخصية لعبة جي تي اي في موجود في لعبتنا ردد ريدمشين 2 فرح نمر بمجموعة من نظريات ومجموعة من الكلام اللي دور حول هذه النظرية طبعا في الأول والأخير هي تبقى نظرية يعني تحتمل الصواب وتحتمل انها خطأ في الأول والأخير هي نظرية فنشوفها مع بعض ونحللها مع بعض فيلا نخش في المقطع طبعا كلنا نعرف التاريخ الحافل بين روكستار والمركبات الفضائية لحد الآن تم العثور على مركبتين فضائية في عالم ردد ريدمشين 2 وأيضا تم العثور على مركبة فضائية ثالثة لكن شخص واحد في أنحاء العالم كله حصل هذه المركبة فقط حاولوا بعض مجموعة من الأشخاص لكن ما قدروا يطلعونها أو يحصلونها فتوقع أنه لها يعني وقت معين تطلع يعني في وقت معين وفي شابتر معين وفي أجوام معينة تطلع هذه المركبة الفضائية طبعا وهذا الشخص صور إيش طلع له أو إيش صار له طبعا اعتذر على الجودة لأنه قاعد يصور بالجوال لكن شوفوا إيش حصل طبعا حصل له تقريبا مركبة فضائية والظاهر أنها يعني قاعدة تنزل شخص معين أو تتخلص من شخص معين من فوق المركبة الفضائية طبعا بعد ما ينتسهي الإيفنت أرثر مورغين رح يرسم هذه الرسمة في دفتره واللي رسموا آرثر رح يكون أنه المركبة الفضائية قاعدة تتخلص من شخص معين يتوسلهم أنه ما ينزلوا طبعا لما تتوجه للمكان اللي كانت فيه للمركبة الفضائية رح تحصل أنه والله فعلا المركبة الفضائية نزلت شخص وهذا الشخص محروق بالكامل ولما تلوت هذا الشخص رح يعطيك أو رح تحصل عنده ميدالية ذهبية غريبة جدا وشكلها زي كذا زي ما تشفون في الجيم بلاي وأيضا يمديك تلبسها لكن سؤالنا هل الشخص المحروق هذا هو مايكل بطل لعبة جي تي اي في الحين رح أعطيك مجموعة من الأدلة لتأكد لك أنه والله ممكن يكون مايكل هو الشخص المحروق أول دليل رح يكون سابقا في لعبة جي تي اي في كان في مهمة اسمها اللي هو الإبسلون مشن في المهمة بكل بساطة مايكل يتعامل مع مجموعة من الأشخاص أو أنه يتعامل مع شركة لكن حنا ما علينا من هرجة المهمة أباكم تركزون على اللبس اللي لابسوا مايكل والقلادة اللي لابسها مايكل تقريبا نفس القلادة اللي حصلوها عند الشخص المحروق تقريبا نفسها نسخة طبق الأصل من القلادة اللي عند الشخص المحروق اللي نزلت المركبة لو تركزون في صورة الشخصية المحروقة لو تركزون يعني بزيادة رح تلاحظ أنه الشخصية المحروقة نازل من خشمها ثلاث خطوط من الدم حلوين شفت الخطوط حق الدم ثلاث خطوط وكلنا نعرف أنه لما تختم لعبة جي تي اي في في ثلاثة نهايات مختلفة نهاية تقتل فيات ريفر ونهاية تقتل مايكل والأخير أنه ما حد يموت لكن المثير في الموضوع أنه لما تقتل مايكل ويطيح مايكل من فوق البرج رح يكون نازل من خشمه ثلاث خطوط من الدم ما وشي غريب جدا غريب في أحد المهمات اللي يسويها مايكل تحديدا في مهمة اسمها did somebody say his yoga هي مهمة في لعبة جي تي اي في طبعا طبعا هذه المهمة مايكل فيها يتم سحبه عن طريق مركبة فضائية أو الفضائيين يختطفون مايكل فمايكل يعني له تاريخ مع الفضائيين صراحة شي جدا جدا غريب لحد الآن رح يكون عندنا ثلاثة أدلة أول دليل رح يكون القلادة إلا على الشخص المحروق رح تكون نفس القلادة اللي لابسها مايكل في مهمة الابسلون مشن ثانيا خطوط الدم إنه الشخص المحروق نازم من خشمه ثلاثة خطوط الدم ومايكل لما تكتل مايكل يعني رح يكون نازم من خشمه أيضا ثلاثة خطوط من الدم وأيضا اللي هو مهمة Did Somebody Says Yoga أن الفضائيين يختطفون مايكل بالنسبة للدليل الرابع أنه لو ختمت لعبة Red Dead Redemption 2 وجاتك الكريدت أو الأسماء العاملين على اللعبة رح تحصل اسم نيد لوك وكلنا نعرف أنه نيد لوك هو اسم مؤدي صوت شخصية مايكل نيد لوك علق على الموضوع وقال أنه شفتوني في الكريدت طيب هل يمكنكم أن تجدوني في اللعبة الآن Now can you find me in the game بعدها أعطاك hint They took away my voice work gonna be hard to recognize but the character work is still in there بعدها أعطا لك هاشتاغ It is a mystery هاشتاغ RDR2 هاشتاغ Red Dead Redemption مو Red Dead Redemption Red Dead Redemption بعدها بعض الأشخاص رسلوا له هذه الصورة وقالوا أنه هذا أنت يا نيد لوك أو مايكل مايكل رد على الشخص وقال له أنا مو هذا بكل بساطة الصورة هذه أحد أعضاء عصابة كولمورد رسكل ويعني مشابه جدا جدا لمايكل لكن مايكل أو نيد لوك رد على الموضوع وقال أنا مو هذا طيب سؤال كيف مايكل موجود في زمن لعبة Red Dead Redemption 2 1899 ممكن حتى قبل ما ينولد مايكل فخلينا أيضا نطرح سؤال ثاني هل مايكل تايم ترافلر أو هل مايكل يتنقل عبر الأزمنة يعني شيء غريب صراحة ما أدري لخبطوني لخبطة طيب ننهي المقطع أحسن يلا ننهي المقطع بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة السلام عليكم